السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت أربعة أيار مايو القمر اليوم موجود في برج الحوت ورح ينتقل لبرج الحمل في ساعات المساء القمر الآن زي ما حكينا هو موجود بالحوت لغاية الساعة ثمانية وأربعين دقيقة مساء من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة تسعة واحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الاثنين القمر الآن موجود في منزلة المؤخر مازال موجود موعد بث الحلقة في منزلة المؤخر وهي ذكرنا إنها للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و29 دقيقة من مساء الجمعة اللي هو موعد بث الحلقة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح أما من الساعة 48 دقيقة مساء اللي هو موعد انتهاء الزاوية وأيضا موعد انتقال القمر لأول درجات برج الحمل وهي أول درجات منزلة الشرطين منزلة الشرطين هي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بعي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأضافر وقص الشعر أيضا بما إنه القمر موجود في برج الحوت لغاية ساعات المساء فمعناته بظل الجانب الروحي بيلعب دور مسيطر في هاي الفترة منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين ومنشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة البعض ممكن يتهرب من المسؤولية أو من المواجهة أو الالتزام في بعض الأمور كثير من الأشخاص اللي عندهم مشاكل عاطفية معني ممكن هيك يدوروا ظهورهم ويضرفوا الدموع بدون مواجهة أو حل مشاكلهم بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب عن العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن يبدأ بعض الأشخاص علاقة حب جديدة يمكن التعمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى وشراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فنية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ابنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية راح تكون الساعة سبعة وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال القصب بيقوى الحدس وعليف أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن، ديكور، تجميل وهو الوقت المناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية أما بالنسبة للحدث اللي راح يصير بعد هاي زاوية وهو خلو المسار السلبي للقمر خلو المسار راح يبدأ الساعة سبعة وخمس دقائق مساء من مساء اليوم السبب بتوقيت جرينيتش ورح ينتهي الساعة ثمانية وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة ثمانية وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج الحمل عشان هيك من ساعات المساء منشعر بالطاقة الكبيرة للعمل وللحوار وللحركة ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية من بقدر بمشروع جديد ويمكننا ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هذه الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نخضع لعملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عنا من الآن ولغاية ساعات المساء عنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية والهرمونين الأساسيات الاندروفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هدولة اللي بصير فيهم بعض الإضطراب فعشانيك ننتبه لغاية ساعات المساء وما لازم نعمل عمليات جراحية ولكن مراجعة طبين ما في أي مشكلة أما من ساعات المساء وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عن الرأس والأسنان اللسان العضلات المخططة القضيب والمرارة والشرين والدم طبعا بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية لكن مش بفترة خلوه المسار وبما أنه خلوه المسار في ساعات المساء إذن في الدول اللي بكون عندهم صباح بدهم ينتبه ولكن في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو المناطق هاي آسيا أو أفريقيا ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر وبالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحمل خلوه المسار القادم بيكون الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الاثنين وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة واحد واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن هو انحسار الهلال خمسة وعشرين يوم الساعة اتناعش وخمسة وعشرين دقيقة بعد منتصف هاي الليل اللي هي الجمعة على السبت بيبدأ باليوم الستة وعشرين يعني اليوم هو عمره ستة وعشرين نسبة الإضاءة خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل ليوم ستة خمسة منتحس الآن بنسبة أربعين في المية ساعة الصباح منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية ساعة العصر منتحس بنسبة خمسين في المية أما في ساعات المساء منتحس بنسبة ستين في المية عطارد في الحمل حتى يوم خمسة وخمسة سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدولو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم ما عندكم رغبة لإتمام أي أمر عصبيين حاولوا أنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة أجلوا الموضوع لساعات المساء من ساعات المساء بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود وأيضا بتبدأ المرحلة الإيجابية تتسلل لإلكم بيبلش في طاقة وحيوية وأيضا بشائر خير كبيرة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا ما بين الأصدقاء خلال هذا اليوم والعلاقات الاجتماعية والمعارف عشان هيك بدك تستغل هاي الساعات لغاية ساعات المساء في إتمام كل العمال الضرورية والمهمة وحاول أنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك أما من ساعات المساء القمر بوصل لبيت المتاعب فبدكوا تنتبهوا وتحاذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء أو حتى تتخذوا قرارات حاسمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بظل التركيز على العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين والحفاظ على السمع فعشان هيك بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وأيضا انتبهوا من تشويه سمعتكم بتصرفات أو مجازفات أو مغامرات يعني يفضل أنه ما تقربوها أما في ساعات المساء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم أو ممكن تتلقى اتصال مفاجئ بالنسبة لإلك أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بظل الاتصالات البعيدة أو العلاقة مع الأجانب أو الأمور الدراسية أو التعليمية أو الدورات أو حتى الامتحنات بالظل الممتازة على مستوى الاستراد والتصدير والعاطفة أيضا الأجواء داعم لإلكم بقوة لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بتحافظوا على هدوءكم حاولوا أنه ما تخلي شخص يستفزك أيضا ما تتهور وما تغامر وما تجازف وتخاطر بسماتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بظل الاهتمام بالمسائل المالية ما بين حسابات وتدقيق حسابات أو ترتيب وضع ميزانية معين أو مراجعة بنك أو ضريبة أو تأمين أو ما يتعلق بالأموال المشتركة اللي معك شريك فيها أو مطالبة بحقك وبظل في فرصة لبعض المكاسب المالية ولكن فترة لا تصلح للمغامرات المالية من ساعات المساء بتنشطوا في الاتصالات في السفر البعيد في العلاقات مع الأجانب وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم من السرعة وعدم الانتباه برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر رح يظل مقابلكم لغاية ساعات المساء فعشان هيك بظل الاهتمام حول تعزيز شركاتكم لغاية ساعات المساء شركاء المال أو العاطفة أو ممكن تنظيم أمور يعني ما بينك وبين الشريك أو ما بين الزوجة أو اتفاق ولكن بدكوا تحذروا من النزاعات مع الشريك أما من ساعات المساء بصير التركيز على الأموال المشتركة فممكن تحصل على بعض المكاسب أو تهتم في ترتيب وضع مالي معين أو الطالب في حقوقك أهم إشي أنه تنتبه من النصابين والمحتالين برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل التركيز على الأمور اللي إلها علاقها بالعمل وصح على غاية ساعات المساء انتبهوا لأعمالكم تمموها بالكامل لأن القمر يصير مقابلكم تماما في ساعة المساء فعشان هيك حاول تنجز أعمالك الضرورية والمهمة حاول أنك تهتم بصحتك راقب أوضاعك انجز الأعمال الطارئة وأيضا حاول أنك تضبط أعصابك أما في ساعة المساء وهنا القمر بصير مقابلك تماما بتصير فترة جيدة لتعزيز شراكاتكم ما بينك وبين الأزواج أو شركاء المال ولكن دون نقاشات ودون عصبية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتظل العاطف قوية عندكم بيتميلوا للتقارب مع أحبائكم أو التجاوب معهم الأجواء بالظل رومانسية وبظل فيها نوع من أنواع العاطفة ممكن تهتم في أحد الأبناء أو أحد الأحبة أو تهتم بنفسك حتى أو بمظهرك والأجواء جيدة لهاي الأمور لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أو ممكن تظهر بعض الأعمال الطارئة اللي ممكن أنها تستفزك أيضا بعض موليد برج العقرب ممكن يعانوا من بعض التوعق الصحي عشان هكذا شعروا بشيء غير اعتيادي يراجعوا الطبيب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيضل التركيز على الأمور البيتية والعائلية ولكن بدكوا تتجنب وإدخال أي تغيير جذري على مسكنكم في ساعات العصر رغم من الأجواء إيجابية على مستوى العائلة والبيت وترتيبات تصليحات أو حتى أفراح ومناسبات الأجواء داعمة لأيكم من ساعات المساء القمر بيوصل للبيت السادس فهو هنا بيصير التركيز على العمل على الصحة أو إنجاز بعض الأعمال أو عمل طارئ فبدك تكون هادئ وحاول إنك ما تفقد أعصابك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا الأجواء بالظل المناسبة للتنقلات والاتصالات والحوارات والتسويق أو حتى الأمور اللي تتعلق بالسيارات والإلكترونيات والتكنولوجيا والعلاقة مع الإخوة أو الجيران أجواء داعمة لأيك حتى على المستوى العاطفي اليوم مكاسب كثيرة واللي عنده امتحان وخصوصا طلاب المدارس الأجواء داعمة لأيكم بقوة أما بساعات العصر وما بعد انتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة بتكونوا عدوانيين شوي عصبيين في بعض الأوقات أما في ساعات المساء التركيز بيصير على الأمور اللي تتعلق بالبيت والعائلة والمناسبات وبعض الظروف اللي ممكن تكون مفاجئة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتظل الفرصة مناسبة للمكاسب المالية اللي أغلبها بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم أو ممكن تحل مسألة مالية معينة إيش وي كانت مأرقيتك الأجواء ممتازة على المستوى المالي ولكنها فترة لا تصلح للمشتريات والمصاريف والتبذير وأيضا انتبه من النصابين والمحتالين أما من ساعات المساء وما بعد هنا بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والحوارات والأجواء بتصير إيجابية دعم لعلكم بقوة وممكن تحققوا إنجازات رائعة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم نشاط عالي جدا موجود عندكم رغبتكم بالانطلاق والتحرك والحوار والمستوى العاطفي والاهتمام بالذات اليوم الأجواء مناسبة لكل الأمور يعني ما في أي مشاكل ولكن في ساعات المساء انتبه من تقلبات المزاج اللي ممكن تسيطر عليك في بعض الأوقات أو تظهر بعض الأمور الطارئة لتستوجب منك مصاريف أو التزامات مالية في ساعات المساء بعد انتقال القمر لبرج الحمل بصير التركيز على المال بشكل مباشر إما ترتيب وضع مالي أو مطالبات مالية أو بعضكو ممكن يحقق بعض المكاسب المالية معني وهذا بشكل مش كبير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر